لازم تسأل نفسها إزاي ممكن تدخل لقلبه وإزاي ممكن تخليه يخرج من العقدة دي ويقعد في البيت وهو عايز يكون ده طب ده يكون إزاي لازم هي تفهم المفاتيح بتاع الزوج العازب وهو كمان لازم يفهم مفاتيح الزوج العازب إيه ده وأنت مش هتقول لنا إن أنا لو زوجي تلع زوجه هيعازب على طول اتطلق منه وإنت مش هتقول لي لو الزوجة بتاعت تطلعت زوجها عازبة اتطلق منها يا أخوانا مش كده خالص إحنا مين قال إن إحنا في سنة أولى جواز ولا مين قال إن إحنا بنبقى نطجين من أول الجواز بعد ذلك إحنا متزوجين مع بعض إحنا عندنا نبراس عندنا أساس إيه هو الأساس لا يفرقوا مؤمنوا مؤمنة إذا كره منها خلقا راضيها منها الآخر يعني إيه الصبر ومش الصبر بس الصبر والعون والصبر والمؤاذرة والصبر والدعم فالعازم مثلا بيحب الأمور البسيطة اللي بتدخل عليه البهجة وكذلك الزوجة العزبة بتحاول إن هي تبقى مبهجة إيه بتخرج من البيت ليه عشان تقولك عشان يفك عن نفسه ويقول كمان أنا ما بحبش الضغط أو ما بحبش إن حد يحمل لي ده وعلى فكرة هو ممكن يكون أنا مش بنبرر لكن هو ممكن يكون هو تربع على كده ممكن يكون هو حصل له كده لاحظوا يحب يتكلم عن الزوج العازم مش الزوج الاعتمادي ولا الزوج الاعتمادية احنا بنتكلم على الزوج العازم اللي هو عايز يفضل حر يبقى طاير كده أنا بسميه الشخصية العصفورية يبقى هو عايز يبقى طاير كده على طول والشخص ده مش هينفع أنه أنت تيجي تقول له طب أنت وعصفوري كده أنا هشيلك الهم هيقول لك خلاص أنا لا الشخصية دي ما تنفعنيش هو دايماً بيحب بيحب هو بيخرج بره البيت ليه هو هي بتخرج بره البيت ليه أنا أسف يعني أقول لك التعبيرات اللي احنا بنعيشها هو بيخرج بره البيت هو هي بتخرج بره البيت عشان تفرفش وعشان يفرفش فهو ده اللي هو بيعمله فالزوج العازم بيكون الشيء اللي بيربطه بزوجته هي العلاقة الخاصة في الغالب فممكن الزوجة تبتدي من هنا إنها تربطه بالبيت وتخليه يقعد إن هي الفترة دي توسع مساحة العلاقة مش مقتصر على العلاقة الخاصة وهو كمان ما يبقاش مسألة مقتصر على علاقة خاصة لكن يبتدي يدخل كلام وحوار ويبتدي كلام تاني عن هو كإنسان وهي كإنسان وتبتدي العلاقة الخاصة تبقى علاقة مش علاقة خاصة بس نوسع لإن العلاقة الخاصة حواليها حاجة اسمها العلاقة العاطفية ثم حواليها العلاقة الإنسانية فنخرج للدوائر دي فنخرج من العلاقة الخاصة إلى العلاقة العاطفية إلى العلاقة الإنسانية ونبتدي هذا المشوار هو مشوار على فكرة يستحق لإن ده زوج فيه رباط مقدس ما ينفعش ان احنا على طول نروح اذا كان الامر ده نتخلى عن شريك الحياة ابدا وعشان كده احنا لازم نكون دايما ماشيين في الطريق ده